اشتركوا في القناة التي تحدث في المنطقة وأكد أن الموقف الذي تتبناه الحكومة هو موقف التهدئة على الدوام لأن هذه الحكومة إذا شئنا تسميتها بين ظفرين هي حكومة عدم انحياز حكومة لها لغة واحدة مع جميع الأطراف التي تتصارع في منطقتنا ولذلك حققنا تطورا في علاقات العراق الخارجية أيضا أشار إلى مجموعة من النجاحات رغم التراكمات التي تحملها كاهلو الحكومة هذه النجاحات ربما يشار إليها في منع الانهيار الاقتصادي وفي إنهاء مزاد العملة سيء الصيت ولذلك ارتفع لدينا الاحتياط في البنك المركزي هذه الحكومة كما تعلمون ورثت تركة وأزمة اقتصادية خانقة كانت فيها الخزينة صفر والآن يتصاعد هذا الاحتياط في البنك المركزي هذا التعظيم للإيراد وهذا الاحتياط وهذا التطور في العلاقات الخارجية هو ما يميز أو ما يحقق بعض النجاح في هذه الحكومة في المقابل هناك أزمات وهناك تراكمات نعترف بها ونحاول حلها هي أشياء ورثناها من سوء إدارة سابق نعمل على حلها ولعل مظاهرها تبدأ في جملة من الأحداث التي تقع هنا وهناك ولسيما في مدينة الناصرية تحدثت مرارا وتكرارا عن هذه المدينة العظيمة التي عانت من الإهمال طويلا جراء السياسات الإدارية السيئة التي مرت عليها عبر سنوات طويلة مطالب المتظاهرين مطالب الناس في الناصرية جرى نقاشها في مجلس الوزراء هذا اليوم باستفاضة كبيرة المطالب هذه يجب أن تلبى كما أوصى السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وهناك حماسة للعمل مجددا نحن تعلمون في الأيام السابقة خصصنا جلسة لهذه المدينة في مدينة الناصرية ذهبنا إلى هناك جلسة مجلس الوزراء واتخذنا قرارات بصددها وبصدد عمرانها الآن لدينا أزمة فيها ونحن عازمون على حلها بإدارة مباشرة السيد رئيس مجلس الوزراء أوصى الوزراء بزيارات ميدانية مباشرة لوضع حلول خدمية وأننا نعترف بأن المشكلة هي إنما هي تمسك كرامة الناس هناك هذه كلمة قيلت قالها السيد رئيس مجلس الوزراء كرامة الناس في الناصرية مجروحة وهناك فقدان للأمل بين الشباب وهو لا ينحصر فقط في مدينة الناصرية هناك امتدادات لمدن الجنوب المهملة السماوة محافظة المثنة وفي الديوانية هناك مشكلات كثيرة نحاول أن نعالجها نحن ننظر إلى أصل هذه المشكلة مع اعترافنا أن هناك تحريضا مغرضا أيضا في الأحداث التي تحدث في الناصرية هذا التحريض المغرض لا يهمنا الحكومة يهمها أن تقدم الخدمات وتمضي إلى المشكلات مباشرة وسيكون هناك محاسبة للمقصرين في كل ملف أخفقت فيه الإدارات المحلية في تقديم خدمات للمواطنين وفي القيام بواجباتها اليوم أيضا بدأ التلقيح في بغداد والمحافظات هذا التلقيح يعني بعد أن حصل العراق على مجموعة من اللقاحات شرعنا في تسليمها إلى المراكز لتقديمها بحسب الأولوية والأولوية إنما هي نظام قررة في مجلس الصحة والسلامة تبدأ بتقديم اللقاحات إلى الذين يواجهون جائحة كورونا من الملاكات الصحية ولذلك كان هناك كلام في هذا الموضوع وأيضا السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة أشار إلى تأثير الحظر خلال الأسبوعين الماضيين هناك تنازل في عدد الإصابات سببه هذا الحظر لذلك كان هناك تأكيد على أن نواصل هذه السياسة لأنها تجنبنا أن تتصاعد الإصابات بين الناس بيّن السيد وزير الصحة انطلاق حملة تسليم اللقاحات وأيضا أشار إلى انطلاق المنصة الألكترونية للراغبين في أخذ اللقاح نحن ننبه العراقيين هنا على هذه المنصة لمتابعتها وإضافة إلى ما تسلمنا حتى الآن من اللقاحات العراق سيتسلم 16 مليون جرعة من مرفق كوفاكس تدريجيا خلال الأيام القادمة وكذلك اتفقت وزارة الصحة مع شركة فيزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة أخرى تنقل بعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا مرة أخرى أيضا السيد وزير الصحة بيّن لمجلس الوزراء الأثر الإيجابي في الحقيقة للحظر خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بأنه قلل الإصابات حسب تقرير مركز الرصد الوبائي في مجلس الوزراء صار هناك تخويل لوزارة الصحة من وزارة الصحة لسفرائنا في الصين وروسيا بالتعاقد مع الشركات المصنعة للقاح في هذين البلدين في خضم هذا النقاش عن اللقاحات وعن الجائحة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون أي اتفاق في شراء اللقاحات إنما يكون بين حكومتين أي لن نسمح بأن يكون هناك وسطاء لشراء اللقاحات بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية على سبيل المثال كان هناك أيضا قرار بأن تقوم وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة لإنجاز مشاريع تتعلق بالخدمة الصحية ولا سيما المستشفيات المتلكئة وخاصة في المدن التي تعاني كثيرا من سوء الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية كمدينة الناصرية هناك مشاريع يعني على وشك أن تستكمل بنسب إنجاز عالية 95% 98% ولا يحوجها إلا شيء قليل لكي تستكمل خاصة في المستشفيات وخاصة في مدينة الناصرية صار هناك قرار بأن تمول وزارة المالية ووزارة الصحة لإنجاز المتبقي من هذه المشاريع فيما تعلق بالتعليم المهني والتقني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدمت مشروع وضع إطار للمؤهلات التقنية والمهنية في العراق هذا المشروع مهم حقيقة أداة لتطوير الجانب التقني والمهني على وفق متطلبات سوق العمل الرؤية التي قدمها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي هي فكرة التعلم مدى الحياة واكتساب المهارات هذه في الحقيقة معضلة عندنا الموظفون في العراق وهم بالملايين يتوقفون عند مهارات محددة ولا يطورون قابلياتهم رغم كل ورش التدريب ومراكس التدريب الموجودة هناك نوع من السكون والركود في المهارات هذا النوع من المشاريع الذي صوتنا عليه هذا اليوم يستديم علاقة الموظف وأي إنسان باكتساب مهارات جديدة تؤهله للعمل بكفاءة أكبر وبالحصول على فرص عمل أفضل أيضا أخيرا وزارة التجارة الحكومة استكملت مستحقات الفلاحين وستقوم في الأيام القادمة القليلة بصرف مبلغ 500 مليار دينار تجرى بها معاملات المستحقات المالية للفلاحين أشكركم على الإنصات واستمعوا الآن وأنصتوا إلى أسئلتكم أشكركم على أسئلتكم المسيحين في عراق المسيحين في عراق معروفة وليست بجديدة الحكومة منذ العام 2003 ومنذ كتابة الدستور كفلت حماية الفئات الدينية فئات العراقيين جميعا ومنهم المسيحيون هذا أمر مكفول دستوريا موقف الحكومات المتعاقبة العراقية هو موقف يعد المسيحيين جزءا أصيلا من الشعب العراقي هذا أمر لا يطوله الشك على الإطلاق والتدابير التي اتخذت من أجل ذلك يعترف بها القاصي والداني في أننا مجتمع يحافظ على وحدته وتنوعه الثقافي نحن في وزارة الثقافة وسياحة والآثار على سبيل المثال قدمنا مقترح ومشروع قانون عن التنوع الثقافي وأسسنا قسما اسمه قسم التنوع الثقافي قسم جديد في وزارة الثقافة وهناك مؤسسات عديدة في العراق تشدد على هذا النوع من العمل الذي يبث الوعي بضرورة المكونات المتنوعة والمختلفة للشعب العراقي المسيحيون بشر أصلاء في هذه التربة وقدماء في هذه الأرض وهم يشعرون أنهم أقصوا في أيام معينة وجرت عليهم مآسي مثل ما جرت على العراقيين الآخرين منذ الثلاثينيات حدثت أحداث لهم كما حدثت لبقية العراقيين في ذلك الجو السياسي السابق والآن فهم تعرضوا إلى ما تعرض له الشعب العراقي نحن ننطلق من وعي الحكومة ومن وعي الناس إلى أن هذا التنوع الثقافي هو غنى للعراقيين نؤمن بذلك ونعمل عليه ولذلك زيارة البابا تمثل مرحلة ومحطة مهمة في تعزيز هذا الوعي ليس لدى العراقيين فقط بل العالم أجمع بأن المكونات العراقية الدينية ومنها المكون المسيحي إنما هم وصلاة في هذه الأرض لهم موجودهم الأصيل ولهم إسهامهم في بناء ثقافة العراق ووعيه وتعريخه سلام عليكم دولة الوزير هناك زيارة متبادلة بين العراق وبين دول الأقليم والدول العربية وكان من ضمنها زيارة السيد وزير الخارجية للسعودية والطهران وزيارة الوفد المصري والوفد العراكي إلى العراق وهناك كانت اتفاقيات بين الأردن ومصر والعراق فإن وصلتها لدخلة حيث التنفيذ أم بعدها هناك عراقيل ومعوقات وما صحة الخبر الذي بأن هناك فتح الطريق البر بين العراق ومصر والإيران بسعر تسكر 130 دولار فهل تم تأمين الحلود وتأمين الطرق شكرا شكرا لك على هذا السؤال لا وجود لعراقيل في مثل هذه الاتفاقات اتفاقات أبرمت وكانت هناك زيارات مكوكية جيئة وذهابا بين هذه الدول خاصة الأردن ومصر العلاقات أساسية والضرورية في هذا الخط وفيها تركيز على الجانب التجاري كان هناك شركة لنقل البضائع أحيت الفكرة هذه من جديد الآن بين العراق والأردن وهناك عمل ونقاش في أن تمتد هذه الشركة لتشمل جمهورية مصر العربية هدفها وضع هذا الخط الناقل للبضائع من العراق إلى الأردن إلى مصر والعكس بالعكس لتوريد وتصدير البضائع السلام عليكم مع الوزير ياسر عامر من قناة العراق الإخبارية أسأل أولا عن الموازنة القوى السياسية وجميع أعظام مجلس النواب يقولون أن هناك تفاهمات مستمرة مع الأقليم لقرار الموازنة المنتظرة من الجميع هل تحاول الحكومة إيجاد حل إصلاحي جذري لهذا الملف وأيضا الشق الثاني من سؤالي بخصوص الحضر هل هناك بوادر أو احتمالات لفرض حضر شامل في الفترات المقبلة الجواب عن الشق الثاني نعم هناك بوادر ربما ستسمعها يوم غد حينما تجتمع لجنة الصحة والسلامة وتقرر ما تراه في وضع الجائحة فيما يتعلق بالموازنة قلت سابقا أن العقدة هي الآن عن حصة الإقليم وما زالت تفاوض بشأنها جاريا نحن ننتظر مثلكم عما تسفر عنه هذه المفاوضات ولكي يمضي المشروع في مجلس النواب السلام عليكم مع الوزير فراس الدليم من قناة الفلوجة مع الوزير بعد وصول وجبة لقاحات الوجبة الأولى من لقاحات كورونا وأيضا اتباعا هناك وجبات أخرى هناك مخاوف من المواطن العراقي أن تذهب هذه اللقاحات لطبقات معينة من الشعب العراقي لا سيما الطبقة السياسية لا سيما هناك مخاوف من أن أيضا تدخل هذه اللقاحات من باب المزايدات واستغلالها من قبل بعض الجهات السياسية من أجل أيضا لربما نوايا انتخابية كيف تردون على هذه المخاوف أولا أود أن أبدد كل هذه المخاوف اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت بتراتبية لمن تعطي اللقاح أولا وهذه التراتبية تضمنت ثماني فئات إذا رجعتم إلى الكتب الرسمية التي صدرت عن هذه اللجنة ستجدون الفئات التي لها الأولوية خاصة القائمين على الخدمات الصحية في المستشفيات وأقرانهم من من يحمونهم من الأمنيين الأجهزة الأمن من من يتعاملون يوميا مع الناس إذن هذه الأولويات رتبت بقرار صدر من هذه اللجنة ولا مخاوف في أنه يكون هناك سوق سوداء لمثل هذه اللقاحات أولا لأن هذه ليست بضاعة عادية وكانت هناك توصية من السيد رئيس مجلس الوزراء في أن لا تتعاطى الحكومة إلا مع الحكومات الأخرى في تلقي هذا اللقاح لأن هناك محاولات كثيرة خادعة للاستفادة من هذا الوضع والتلاعب باللقاحات وهناك شركات تعرض خدماتها لأن تستورد هذه اللقاحات كل هذه منعت بقرار ومنعت بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء نحن نتعامل مع الصين مباشرة مع روسيا مباشرة للحصول على هذه اللقاحات ونوزعها بحسب الأولويات التي وضعتها اللجنة العليا للصحة والسلامة السلام عليكم معا للوزير أمير ربيعي من قناة السومرية يعني تحدثتم كثيرا عن موضوع الحظر الشامل وارتفاع أعداد الإصابات هناك وجه آخر لربما يكون قاتل للمواطن إذا لم نبالغ هو وجه الحظر الشامل وقوت المواطنين الكثير من المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود والكسبة يعانون ويطالبون ويناشدون مرارا وتكرارا من خلال التقارير التي نعملها يعني في الشارع بتوفير بديل سواء البديل كان ماديا أو يعني كحصة تموينية وشكرا أشكرك على هذا السؤال طبعا نقطة إساسية ونقطة إنسانية أسمح لي أن أقول أنها لم تغب عن بال مجلس الوزراء هذا اليوم تحديدا السيد وزير العمل وشؤون الاجتماعية قدم هذه النقطة لمجلس الوزراء وقال يبدو أن هناك بوادر وإرهاصات لحظر جديد تمديد هذا الحظر لأسبوع أو أسبوعين لا ندري حتى الغد وأشار إلى عواقب وعقابيل هذا الحظر على أعمال الناس البسطة الذين تتأثر دخولهم اليومية من هذا الحظر يعني نحن أمام أمرين أحلاهما مر الجائحة وما يمكن أن تفعله في المجتمع ومثل هذه العواقب الاقتصادية على الناس مجلس الوزراء لم يبت بعده في مثل هذه المسألة لننتظر حتى الغد ونرى مقررات اللجنة إذا كان هناك حظر جديد وكيف ستتأثر به هؤلاء الناس بالتأكيد سيكون لنا حلول مستقبلية في هذا الموضوع أميد محمد من قناة نارطي معالي الوزير سؤالي شقين شق الأول أثناء الكلام تحدث بمستحقات الفلاحين هذه المستحقات يعني من ضمنها مستحقات الفلاحين الأقليم كردستان وشق الثاني بخصوص هناك شريحة من الموظفين تابع للحكومة العراقية لكن خدماتهم في داخل أقليم الدوائر الفيدرالية لم يستلموا أو كان هناك مواطلة في الاستلام رواتبهم مشاكلهم إلى أين وهل صحة أن الحكومة الأقليم تتهم حكومة العراقية بأنها لم يتم إرسال التمويل تلك الموظفين في أشهر القليلة الماضية المستحقات ستصل إلى الجميع بالتأكيد هذه الدفعة هي دفعة أولى كما بلغني السيد وزير التجارة وستعقبها دفعات أما قضية الرواتب فأعتقد أنها مرهونة بالموازنة نحن الآن ننتظر جميعا الموازنة وما ستفرضه علينا لأن التفاوض على حصة الإقليم هو الذي سيحدد كل شيء فيما يتعلق بالراتب شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر